نروح بقى مع حضراتكم لخبر عن شركات الاهلي وخطط عملها خلال الفترة الجاية ان شاء الله مجلس الادارة مجلس الادارة النادي الاهلي برئاسة كابتر محمود الخطيب كان نوجه الدعوة الى مجالس شركات الاهلي الثلاث شركات الاهلي لكورة القدر شركة الاهلي للمنشآت الرياضية وشركة الاهلي للخدمات الرياضية وده عشان يحضروا اجتماع مجلس الادارة النادي المقبل حيث تقوم مجالس ادارة الشركات الثلاث بعرض الخطوات المقبلة والخطة المستقبلية هيعرضوها على مجلس إدارة النادي وفقاً لجدول زمني هيتم اعتماده في ذات الاجتماع وكان اجتبع كابتل محمود الخطيب خلال الأيام القليلة الماضية بشركات النادي الأهلي الثلاث بعد إشهارها للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطط العمل وعرضها على المجلس في اجتماعه المقبل طبعاً نظام مصبوط يعني حاجة برضو مش بديدة على النادي الأهلي وعلى كيانه ولا على إدارته اللي دايماً بتخطط طول الوقت لها تنقفز أفكار مهمة كلها بطبيعة الحال بتصد في صالح الكيان الكبير وكل محبيه وكل عشاقه في كل مكان كل التمنيات بالتوفيق للنادي الأهلي ولمجلس الإدارة